أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الكرام رداً عن الأسئلة التي طرحناها الحلقة الماضية عن مكة وقصة محمد بحسب العلوم الحديثة التي لا تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة وبعجالة قلنا بطن مكة في صورة الفتح ليس هي الشجرة التي جلس تحتها الرسول في الحديبية وإنما الآية تحدث عن صراع بين فريقين دون ذكر تفاصيل وبالتالي يمكن لشيوخ بلاط الخلفاء العباسيين تأويله لأي صيغة تخدم مصالحهم بحد السيف أو لمعان الدينار والفتح يخص فتح العرب للقدس البلد الأمين بلد التين والزيتون والحليب والعسل البلد المقدس عند اليهود والنصارى وليست قرية مكة التي لا يعرفها التاريخ ولم يذكرها البتة وإلى اليوم ليست سوى مزاراً للحجيج المسلمين لا أقل ولا أكثر ننتقل الآن لكلمة بكة كبديل لكلمة مكة وللأمانة فتغيير حرف الميم بالباء والباء بالميم في بعض الكلمات ممكن في دراسة اللهجات وكمثال يمكن أن نقول امرأة حامل أو حابل وتعني نفس الشيء تقول الآية 96 من سورة العمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين بكة تقول آية بها أول بيت وضع للناس وسياق الحديث يتكلم عن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء كما يقال فالسردية الإسلامية تفيد أن إبراهيم الخليل بنى الكعبة في مكة بصحبة ابنه إسماعيل وهذا الخبر من المفروض أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه جيداً وبما أن أبو الأنبياء إبراهيم الخليل بنى بيتاً للرب في مكة من الطبيعي أن يقدس على الأقل عند اليهود احتراماً لجدهم إبراهيم الخليل ولكن في الواقع لم نسمع ولم نقرأ عن اليهود أو النصارى قد قالوا بحرمة هذا المكان ولم يفكروا في هذا الطرح أبداً رغم أن القرآن يتحدث عن موسى وبني إسرائيل عشرات الآيات بل ومئات المرات ليشير للتاريخ المشرك بين بني إسرائيل وبني إسماعيل لكن شيوخ الإسلام مصرين على حرمة مكة الحالية ومنهم من قال بنتها الملائكة وأعاد ترميمها إبراهيم الخليل والكثير من الأقوال التي لا تستند على أي دليل فكلها تخمينات فبحسب التوراة إبراهيم الخليل كان يعيش في أوركالدان بالعراق كما يفيد سفر التكوين الإصحاق العدد سبعة وأعطاه الله أرض موعودة وهي فلسطين وبالتالي فبيت الرب أو مدبح الرب من الطبيعي أن يكون على الأرض على الأرض الموعودة أو بالقرب منها وليس بعيدا عنها بحوالي 1500 كيلومتر في صحراء قاحلة فالتوراة تفيد أن إبراهيم بنى مدبح للرب على الأرض الكنعانيين وذلك في صفر التكوين الإصحاح 12 العدد 6 إلى 8 وكذلك بنى ابنه إصحاق مدبحا للرب بحسب صفر التكوين إصحاح 26 العدد 23 إلى 25 وذلك في بئر 7 وهي مدينة فلسطينية قديمة أما الإبن الأكبر إسماعيل بن إبراهيم فلا ذكر له كبان لبيت الرب ولكن ليس هناك أي مانع أن يكون هو كذلك قد بنى مدبحا للرب لكن السؤال المطروح أين فلو بنى إسماعيل بيتا للرب أو بمعنى أدق مدبحا للرب فسيكون في المنطقة التي عاش فيها مع أمه هاجر وأبنائه تخبرنا التوراة قبل القرآن أنه عاش في برية فاران وذلك في صفر التكوين الإصحاح 21 من العدد 17 إلى 21 فهل فاران هي مكة الحالية؟ تخبرنا كذلك التوراة عن فاران في سبع آيات وهي التكوين الإصحاح 14 العدد 6 والإصحاح 21 21 وصفر العدد 10 12 والإصحاح 12 16 والإصحاح 13 23 26 ثم صفر التتنية واحد واحد كما نجدها في باقي التناخ وذلك في صفر سموائيل الأول الإصحاح 25 العدد الأول والملوك الأول الإصحاح 11 العدد 18 وحابا قوق 3 3 فالتوراة تخبرنا أن فاران توجد على طريق بني إسرائيل إلا أيام الخروج إلى أرض الموعودة فلسطين كما جاء في صفر العدد فهل موسى عبر مع بني إسرائيل أرض مكة سنوات التيه؟ أما بحسب الباحثين في علم اللاهوت فبرية فاران توجد في أقصى جنوب فلسطين على أرض سيناء يعني بعيدة عن مكة بأكتر من 1200 كيلومتر نعود لنص الآية في صورة آل عمران الآية 96 كلمة بكة لا توجد بتدقيق في النصوص القديمة قبل الإسلام نجد ذكر لكلمة هاباخا في صفر المزامير للتعريف باخا أو بكة ومعناها البكاء والآية تتحدث عن حجاج بيت الرب عابرين في وادي البكاء The Valley of Becca فبحسب المراجع اللاهوتية وادي البكاء هذا يوجد بالقرب من مدينة القدس بإثهم إقداش كان الحجاج يعبرونه نحو القدس وقلنا سابقا إن قبائل قدار العربية وقبائل نبيوت كانت تحج لبيتها مقداش قبل تدميره وقلنا كذلك فالعرب وجدوا لهم مكانا آخر كبديل الحج ولا نعرف على وجه الدقة أين كان هل في البطراء أو السيناء أو مكة الحالية أو غيرها لكن من الطبيعي أن يعود للحج إلى المدبح الذي بناه جدهم إسماعيل على أرض فران لكن ليس هناك أي أدلة علمية على ذلك ووادي البكاء تعبيرا عن التوبة والخشوع أمام الرب سواء كان بالقرب من أرشليم أو مكان آخر قريبا من أحد بيوت الرب نعود لفران حيث تخبرنا التوراة في صفر العدد الإصحاح 13 العدد 26 أن على أرض فران يوجد مكان اسمه قداش سكن بالقرب منه إبراهيم الخليل بينه وبين شور وذلك في صفر التكوين الإصحاح 20 العدد الأول حين خروج هاجر بإسماعيل فتاهت في برية بئر 7 كما تفيد صفر التكوين الإصحاح 21 العدد 14 ولم يكن معها سوى قربة ماء وخبز فهل تستطيع هاجر أن تسافر مسافة 1200 كم إلى مكة الحالية مشيا على الأقدام تحمل صغيرها بزاد زهيد قربة ماء وخبز الظاهر أنها لم تبتعد مسافة طويلة قرب بئر 7 وعندما نبحث عن مدينة قديمة أو آتار معبد قديم بالقرب من هذه المنطقة في صحراء النقب قرب بئر 7 نجد آتار مدينة قديمة لا زالت أطلالها شاهدا على عصر أو على عصور غابرة على أرضها معبد قديم جدا كان يعبد فيه إله إبراهيم الإله يهوى إلهيم وإله إله أخرى سوف نتحدث بتفاصيل عنها كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة